السلام عليكم مش خباركم أتمنى تكونوا كاملين بخير وفي أحد الأحوال يا ربي ما يعد بايش دخلت على خط قضية رجاءة خير الله فإن أنا اللي كل شي المغاربة عارفين القضية ديالها قلت لها مزيان حين تخرجت العالم وعجبني الحال حين تهضرتي على حقك وقلت لها أنا فاش كان عندي مشكلة وهضرت مع الرمضانية راني هضرت بوجه مكشوف وما خفت من التحد وما عنديش مشكل يعني أنت يا هضرت على التحرش فعلا من حقك تضري فيه وانت رمشي بنت هذك الميدان لأن الميدان هذك شي اللي فيه ونجات خير الله قلت لها كان عندي ظهر أنني خدمت مع مقرجين ومع ممتلين زي ما محترامين وذك شي وقلت لها يعني داركم مهما درتي واحد نهار ما غديشي وقفوا معك ولكن هذي شي اللي درتي مزيان كيف وانا داركم ما عاجبهم بشي الحال فعلا نجاك خير الله قلت لها أنا قبل أن نقول خير عندي خلاف مع هذه الفنانة كيمشي كي هضر معها وكي وريني شنو قليها نهار كان عندها مشكل مع طارق البخاري اكتا وكذلك ومثال اهضر معها وورها شنو دار من بعد قلت لها فش تزوج قلت لها انت يخس كد تشوف ايش نو ديري ديري حل الراسك يعني تزوجي يعني كوني مسؤولة على راسك فقالت يعني ما كرهاش يشوفها مزوجة بأي واحد يعني مع احترامها لجميع المهن فهد شي دي كينو والله يدير شي تاوي دير الخير انا عاوت لكم باختصار ما قل ودى اللايف هم راداروا تقريبا كتر من ساعة ولكن انا عاوت لكم غير رأس الاقلام وبسلام عليكم ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة